الحقيقة على مدار الأيام اللي فاتت أكيد زي حضرتكم بنتابع وبنشوف اللي بيتقال في القنوات لكن اتصدمت الحقيقة من بعض اللاعبين السابقين زي ما قلت لحضرتكم احنا عندنا ورشة عمل موجودة دايما من زملائي واخواتي في الفريق الاعداد موجودين دايما بيتفرجوا على كل حاجة ونتكلم هناخد ايه مش هناخد ايه اللي بيوسيء اللي بيتكلم بعض اللاعبين السابقين وطبعا يعني لا ينتمون للنادي الأهلي لسه مقتنعين ان كولر مدرب مرزق ومحظوظ على فكرة هو مرزق ومحظوظ بالمناسبة يعني ولكن زي ما دايما بقول ان الرزق والحظ بيجي بعد الاجتهاد فمثلا احد اللاعبين السابقين مش للنادي الأهلي قال انا لو دربت الأهلي هعمل نفسي انجازات كولر لا يارك فاكرين ايام منوال جوزيء يعني انا حضرت هذه الايام بنفسي ايام منوال جوزيء يقولك ايه لو جبنا عم حارس ربنا يدي له الصحة والعمر عم حارس يعني ده اخونا يعني اخونا كبير لو جبنا عم حارس بيتقال كده دايما ما كان جوزيء هيكسب بالفرقة لا طبعا فيش حاجة اسمها كده آآ كولر مدرب كبير كولر واحد من اهم المدربين اللي بيعرف يعمل يعمل تاكتك جوه الملعب وده واضح من شكل واداء الفريق فمثلا التصريح ده من وجهة نظري هو تصريح عشوائي لانه بالعقل كده آآ حضرتك مش اكبر يعني مع احترامي ولا اكثر خبرة من نجوم تدريب سابقين في اوروبا تولوا على تدريب النادي الاهلي ولكن لم يكتب لهم النجاح بالقدر الكافي يعني آآ ده معناه ان مش اي مدرب يقدر يحقق هذه النجاحات مع النادي الاهلي لانه ببساطة النادي الاهلي فريق ذو طبيعة خاصة الحظ والرزق ده حاجة دي بتاعت ربنا ولا بتاعتي ولا بتاعتك والحظ والرزق ما بيجيش ربنا عمره ما بيديك حظ ولا بيديك رزق الا لما بتكون بتجتهد وموت نفسك بتتعب في حياتك العملية علشان تصل بس هو الرزق والحظ هو اللي داكت انت تكتسح فقط بدون اي مجهود يعني اللعبة كتوقفة وكلر واقف على الخط مربع وبيعملش حاجة هو ده اللي ادى البطولات للنادي الاهلي حظ ايه بس اللي انت بتتكلم عنه اللي يخليك مثلا بالمناسبة صحيح تناطح الاندية العالمية على التتويجات العالمية والقرية وتنفسهم على ارقام ومباريات تاريخية هل الحظ ممكن يعمل ده اللي انا تربيت عليه واللي اعرفه لا مش ده الحظ طبعا والتوفيق ده لا يجب ان يكون ملازم لأي رياضي ولكن نجاح لازم له اسس وخطوات وتخطيط اسس وخطوات زي ما اللي يقولك ايه تكسبانين بالسحر من شوية يعني الماميدو كان بيتكلم وقولك طيب كنا كسدنا كاس العالم او كنا بقى مصر وصلت كاس العالم كل سنة لايه كلام غريب جدا لكن كل المنظومة بتمشي يعني عشان في الاخر الاهلي يكتسح القلب طلط يعني المنظومة دي كل المنظومة اللي هي ايه اللي هي الحظ والرز ومن قبلهم الاكتهاد والعمل هي دي المنظومة بتاعتنا دي الاهلي كلام اللي بتأدى كلام عبثي واستخفاف بعقول المشاهدين والمتلقي سواء كان في البيت او في القهوة في اي مكان فكلام حضرتك ابو كباتن غير منطقي وما يخشش العقل على الاطلاق ولا يليق ان انت تخاطب بيه عقول اطفال صغيرة مش جماهير كورة فهمة وعرفة ووعية وعرفة بتقول ايه وعرفة بتسمع من مين نسب المشاهدات عملت كده نقلت مش عندنا عندكم لانه نزهقت من كتر الكتب والخداع والتدليس كتب وخداع وتدليس والله طيب